اخر حاجة النادي الاهلي بكرة عنده تمرين باذن الله تدريب مسائي بكرة بداية التدريبات في النادي الاهلي استعدادة لمباراة الاهلي وشباب بلوزداد وخدوا مني المعلومة دي بشكل رسم مطش الاهلي وشباب بلوزداد تحدد رسميا يوم 16 فبراير بعد 16 يوم الاهلي عنده مباراة مهمة جدا مؤجلة في دوري ابطال افريقيا فالاهلي عنده بالزبط 15 يوم استعداد لمباراة شباب بلوزداد كولر كان بعد ما رجع من معسكر الامارات خد اجازة اربع ايام سافر سويسرا النهاردة يرجع بالليل القاهرة دلوقتي وعامل اجتماع فيديو كونفرنس مع الجهاز الفن عشان المرحلة الجاية وتدريبات المرحلة الجاية كان بيفكر ان اللاعبين الدوليين اللي انتهى مشوارهم في كاس الامن سواء من منتخب مصر او المنتخبات الاخرى على قل يعني علي معلول لنلسه بيرسي تاو وقاليو دينجي مكملين نتمنى لهم التوفية ربي يوصلوا حتى فينال اللاعبة دي المفروض كولر كان عايز يدي اجازة لغاية يوم ستة اتنين ستة اتنين يعني نتكلم لغاية التلاتة الجاية ولا اربع اللي جاي في وجهة نظر في الجهاز الفني بلاش مدة طويلة وماتش بلوزداد يتحدد رسمي يوم 16 فبراير فالافضل تبقى الاجازة لغاية يوم السابتة او الحد واللعيبة ترجع للتدريبات خاصة في ظل ان في لعيبة ما شاركتش اصلا في كاس الامن يعني معدل المشاركة لعدد من لعب الاهل الدوليين كانت بنسبة قليلة جدا ما كانش العدد الكبير اللي متواجد مرة انا اعطيه لعب ماتشين تلاتة ما لعبش الاربع مباراة كلهم كهرباء لعب نص ساعة في مباراة الرأس الاخضر يمكن منعم الوحيد اللي لعب الاربع مباريات الشناوي لعب وتعرض لاصابة هيغيب حوالي 3 اربع شهور فالمسألة نسبية شوية فاعتقد خلال الساعات اللي جاه يتحدد المعاد الرسمي لعودة الدوليين للتدريبات الجماعية اخر حاجة قبل ما اطلع لفاصل قايمة الاهل الافريقية النهاردة المفروض اخر معاد لتسجيل قايمة الاهل الافريقية قايمة الاهل الافريقية على فكرة الاهل يسجل في القيد الفترة الاولى 34 لعب عشان يسجل في المرحلة الحالية بحد اقصى يسجل 7 لعب الناس تقولهم هو 34 لعب يباقي 6 بس انت لك حق انك تستبدل لعبة بحد اقصى 4 او 3 في حال لو اللعبة دي ما لعبتش فانت بقى لك 6 اماكن فعشان تستبدل هتستبدل واحد بس فانت النهاردة لو هتسجل هتسجل 7 هتسجل 7 من اللعبة اللي خرجت من قايمة الاهل الافريقية بنتكلم في صلاح محسن اللي خلاص الاهل اعلن بشكل رسمي فسخة عقوده وبنتكلم فيه محمد فخري بنتكلم فيه رافة خليل معتز محمد محمد زعلوك دول مش موجودين في قائمة الاهل الافريقية وبالتالي قائمة الافريقية دلوقتي فيها 29 لاعب عشان تسجل هتسجل 7 يبقى بحد اقصى هتصل ل36 اللعب بس من السبعة لغاية دلوقتي اتسجل اللاعب الفلسطيني وسام بو علي وتسجل وسام بو علي وبالتالي قائمة الافريقية حالان 30 لاعب فيه 4 حراس مرمى في قائمة الاهل الافريقية الشناو مصاب فخرق خلاص مش هيكون موجود حتى نهاية المشهور الافريقي بنسبة كبيرة وباقي 3 حراس مصطفى شبير مصطفى مخلوف حمزة علاء دول 3 حراس موجودين في القيمة الإفريقية هل هيستمر الوضع بهذا الشكل هل ممكن يتم التدعيم في هذا المركز في الساعات اللي جاية كل ده هنشوفه خلال الساعات القادمة وبالتأكيد أول ما يكون في حاجة رسمية هنعلن ونقول لحضراتكم وارد جدا كمان يتم دعم قيمة الأهل الإفريقية بتلت أربع لعبين من قطاع ناشئين تحديدا اللعيبة اللي كانوا موجودين مع الأهل في معسكر الإمارات لأن بالتأكيد فرصة طيبة جدا بعد أنك شفت اللعيبة دي ممكن تخطهم في القيمة الإفريقية لعل لو عسى ياخدوا خبراته خلال الفترة اللي جاي